كيتم تداول واحد الفيديو طيلة الايام السابقة ومند اعلان صيد وليد ارقراقي على لايحة ديال اللاعبين اللي اشتدعاهم لمباراة القادمة ديال المنتخب الوطني المغريبي لهذا كيتم تداول واحد الفيديو ديال المعلق الرياضي والمقدم الرياضي والمحلل الرياضي واللي هو اثر كبير في مجال الاعلام الرياضي المغريبي خالد ياسين حيث يهجم وليد ارقراقي او المدرب وليد ارقراقي وكيتعنف الاختيارات ديالو وهذا شيء يمكن خالد ياسين كيف يفهم فيه كثيرا مني انا ولكن غير حاجة واحدة قالها خالد ياسين في الفيديو هي مغالطة ومغالطة كبيرة جدا فاشقال بانه اللاعب اللي ما كيلعبش ولي ما عندوش ناديرة هول مرة كتوقع في التاريخ كيتم المنادت عليه انه يلعب في المنتخب وهاتشي معمرو كان قليك في التاريخ وهاتشي كذوب لانه وغير في الكأس الامم الاوروبية الاخيرة شفنا طوني كروز ديال منتخب الالمانية كان بلا نادي وتم المنادت عليه لتمسيل المنتخب الالماني وفعلا دار واحد البطولة اللي هي عالمية وكذلك اللاعب ديال منتخب البرتغال بي بي ليهتوا ما كانش عندو نادي وتم المنادت عليه المنتخب الوطني البورتغالي في سن اتنين وربعين سنة اقدم واحد البطولة اللي هي خيالية واكسترا اوردينير وبالتالي فهذه مغالطة من خالد ياسين من وجهة تنظر المفكر المغربي الى اللقاء في فرصة قديمة بحول الله اشتركوا في القناة